شكرا لكم بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب وعودة الأمن والأمان إلى أغلب المناطق تواصل الدولة السورية وبتوجيهات كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد جهودها الحسيسة من أجل عودة المهجرين السوريين إلى أماكن استقرارهم وإنهاء المعاناة التي يعيشونها في دول اللجوء وتسعى لتأمين مقومات ومتطلبات هذه العودة من إعادة الخدمات والبنى التحتية الأساسية وتأمين فرص عمل إضافة إلى احتياجات المواطنين إن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وما يسمى بقانون قيصر قد ألحق ضررا كبيرا بالمدنيين في سوريا ومنع وصول الأدوية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة في ظل جائحة كوفيد-19 وحرم المدنيين من العلاج والتعافي كما أن دعم بعض الأطراف الإقليمية والدولية للتنظيمات الإرهابية والسمرار الانتهاكات والجرائم بحق الأهالي من قبل قوات النظام التركي ومن قبل الإرهابيين شمال شرق وشمال غرب سوريا وكذلك الاحتلال الأمريكي لبعض المواقع وذلك بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية يشكل عائقا أمام الجهود التي تبزلها سوريا مع روسيا في تعزيز الأمن والاستقرار وأعادة الأعمار ومع ذلك فإن الدولة السورية ماضية في تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين والتي تدعم عودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم وبادرت الدولة السورية إلى تنظيم العمل لتخديم المواطنين السوريين بمختلف المجالات الإغاسية والإنسانية والاجتماعية والخدمية وفي كل المراحل والظروف لتمكينهم من الصمود وتسريع عودة المهجرين واللاجئين إلى ديارهم من خلال العمل المشترك الذي يتركز على إعادة إعمار البنى التحتية وعودة اللاجئين من الخارج وتنفيذ العمليات الإنسانية وتقديم المساعدة الطبية للسكان وإزالة الألغام بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمهجرين وإعادة الخدمات الأساسية للمناطق التي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وبالإضافة إلى مراسيم العفو السابقة التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد والتي بلغ عددها 19 مرسوماً فقد أصدر سيادته المرسوم التشريع رقم 1 لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بما يخص خدمة العلم كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 8 لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الصغير بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودين دخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافة لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية كما أصدر سيادته المرسوم التشريع رقم 4 لعام 2021 الذي ينص على إعفاء القروض الطلابية التي يمنحها صندوق تسليف طلابي من كل الرسوم والطوابع وهذه المراسيم تسهم في تأمين بيئة مستقرة ومحفزة على العلم والدراسة وعلى تأمين الاستقرار والتنمية وتشجع على عودة اللاجئين وتحفزهم بإقامة مستدامة في وطنهم ومنازلهم وفي إطار تبسيط الإجراءات والتخفيف على الأخوة المواطنين في الخارج ممن لا تسمح لهم ظروفهم الحصول على وسائق وبيانات الأحوال المدنية أصدر السيد وزير الداخلية التعاميم التالية تعميم رقم 8 على 4 تاريخ 22-2 المتضمن منح الأشخاص كافة الوسائق وبيانات الأحوال المدنية والبطاقتين الشخصية والأسرية المستحقيها بغض النظر عن وجود أي إجراء بحق صاحب القيد والتعميم رقم 378 تاريخ 22-2 أيضا المتضمن من قبول وسائق الفحوص الطبية الصادرة عن مؤسسات طبية عربية أو أجنبية معتمدة من قبل بعثات دبلوماسية والقنصلية في الخارج ويمكن تقديم الوسائق المطلوبة من قبل صاحب العلاقة أو أحد زويه أو وكيله القانوني أو إرسالها عن طريق بعثات دبلوماسية من الخارج بدلا من البريد المسجل كما عملت هيئة تنسيق عودة المهجرين السوريين بالتعاون مع الهيئة التنسيق الروسية ومن خلال تبسيط الإجراءات ومساعدة اللاجئين على ترميم الوسائق المفقودة وتأمين خدمات النقل والرعاية الصحية وتم عودة مئات الآلاف من الخارج وتبلغ حصيلة المهجرين العائدين داخليا أما حصيلة المهجرين العائدين داخليا فقد وصلت إلى ما يقارب مليون وتسعة وتلاتين ألف أربعمائة وخمسة وستين عائلة من الأعمال المنفذة في الربع الأول من العام الفين وواحد وعشرين تأهيل أربعمائة وعشرين منزل من المنازل المتضررة جزئيا وأيضا جمع ترحيل أنقاض من مخلفات الإرهاب 8000 متر مكعب كما تم توزيع حوالي 1969 خزان مياه طبعا الحديث عن الربع الأول من هذا العام وهناك الأعمال الكثيرة أيضا التي يتم متابعتها كما تم وضع أربع آبار مياه جديدة ضمن الخدمة الفعلية في محافظة السويداء بكلفة تسعمية وستين مليون ليرا سوري وتشغيل محطة ضخ روحينة في محافظة القنيطرة بعد انتهاء من أعمال إعادة تأهيلة حيث جرى تأهيل بناء المحطة ومد خطوط ضخ بطول 2 كم وتأمين تجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة علما أن المحطة تتغزى من بئر بغزار 30 متر مكعب في الساعة وتؤمن مياه الشرب ل7000 نسمة في تجمعات روحينة ورسم شباط وزبيدة الغربية بقطاع المدن الصناعية المؤشرات التي تساعد على تأمين فرص عمل وتنشيط الاقتصاد والإنتاج في بلدنا وكلها تصب في تشجيع وتحفيز عودة اللاجئين والمهجرين كانت في الربع الأول عدد مقاسم مخصصة 57 مقسم مساحة هذه المقاسم المخصصة 11.5 أكتار عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي باشرت البناء بشكل فعلي 23 عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي باشرت الإنتاج فعلا 22 الانفاق 344 مليون عدد فرص العمل المحققة 746 فرصة طبعا يصبح الرقم التراكمي وفق ما هو مبيم الجدول أي أنه أصبح عدد الفرص المحققة بالمدن الصناعية 123 1945 فرصة عمل بقطاع المناطق الصناعية أيضا من خلال متابعة المناطق الصناعية التي يتم ترميمة وإعادة العمل مع الإخوة الصناعيين والحرفيين ومنها منطقة فضلون 1 و2 فقد تم إعادة حوالي 750 منشآة العمل ويوجد 15 منشآة صناعية قيد الترميم وتسهيل منح القروض الصناعية يجري العمل حاليا على المرحل الثاني وإعادة تشغيل 700 منشآة حرفيين من خلال تنفيذ شبكات مياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الطرق ومتابعة العمل في باقي المناطق ليصبح إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية المحدثة في جميع المحافظات 158 منطقة ويبلغ عدد المقاسم الكل في المناطق الصناعية والحرفية 59.937 مقسم منها 32.508 مخصصة و6.254 قيد البناء و9.017 مقسم قيد الإنتاج في جميع المحافظات مما يؤمن أكثر من 30.000 فرصة عمل في مجال التعويض على المتضررين في منازلهم جراء الأعمال الإرهابية وتيسير عودتهم إلى منازلهم يتم إعادة تقييم المخططات التنظيمية لفتح نوافذ استثمارية وخدمية وتنموية على مستوى كل وحدة إدارية محفزة لإعادة بناء تلك المساكن المتضررة وتوفير السكن الآمن والمريح وتم تنفيذ مشاريع خدمية من تأهيل طرق وخطوط صر الصحي وتأهيل حدائق لتعزيز وتحسين الواقع البيئي حيث وصل عدد المشاريع في الربع الأول من هذا العام إلى 500 مشروع خدمي تمت الموافقة على منح المنشآت غير الحاصل على الترخيص الإداري إذنا بمزاولة نشاطها بهدف تحفيز العمل في المشاريع والحرف والورشات الصغيرة ضمن بيئة مستقرة من الناحية الإدارية والقانونية وتوفير آلاف فرص العمل كما تلاحظون التركيز دوما على تأمين فرص عمل من قبيل استيعاب أكبر قدر ممكن من العائدين وفي مجال الاستجابة لجائحة كورونا تعمل الدولة من خلال مؤسساتها المتخصصة على تأمين الأسرة الطبية والمستلزمات الأساسية والأكسجين من خلال تخصيص بعض المشافي لتحقيق استجابة لجائحة كورونا وتأمين أسرة للمرضى في الختام لا بد من توجيه الشكر الجزيل للأصدقاء الروس على التعاون المسمر والجهود المبزولة لتهيئة الظروف لإعادة المهجرين واللاجئين في النهاية نؤكد على استمرار العمل بوتيرة عالية لاستكمال رسالة الجيش العربي السوري لإعادة البناء والإعمار وبجهود كل أبناء الوطن والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم الكلمة الآن للسيد اللواء حسن علي سليمان مدير الإدارة السياسية فليتفضل مشكورا السادة الحضور يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الذي يعبر عن استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية وبين الجيشين الصديقين السوري والروسي تجسيدا للعلاقات التاريخية التي تزداد رسوخا وفاعلية يوما بعد يوم واستكمالا لمؤتمرين الأخيرين فإننا نجتمع اليوم في سبيل إطلاعكم على ما تم تحقيقه على صعيد الجهود المشتركة الهدفة إلى القضاء على الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين وإعادة الأعمار الحضور الكرام يدرك الجميع أن ما تم تحقيقه بعد عشر سنوات من الحرب على سوريا هو في غاية الأهمية لجهة استعادة العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين حيث تمكن الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية من القضاء على بؤل الإرهاب الرئيسية وتدمير الكثير من مقرات قيادة التنظيمات الإرهابية ومستودعاتها وعتادها وهو من عكس إيجابا على عودة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق وأسهم في عودة مئات الآلاف من المدنيين المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم فضلا عن إعادة دورة الحياة الاقتصادية إلى العديد من القطاعات الصناعية والزراعية وإعادة تأهيل المدارس والمشافي والمراكز الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بتأمين حاجات المواطنين الأساسية وهو ما يشكل ولأن سوريا بالتعاون مع أصدقائها المخلصين قد نجحت في تجاوز المرحلة الأصعب من هذه الحرب لجأ داعمو الإرهاب من أطراف دولية وأقريمية إلى فرض العقوبات الاقتصادية والحصار الجائري على الشعب السوري تحت مسميات عدة بهدف تجويعه وحرمانه من أبسط مقومات الحياة الكريمة وبخاصة في ظل ظروف صحية حرجة جراء تفشي وباء كوفيد 19 وهو ما يدل على أن تلك الدول وفي مقدمتها الوليات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب على سوريا وتحقيق مصالحها الاستعمارية في نهب ثروات الشعب السوري والسيطرة على مقدراته وحرمانه من الاستفادة من ثرواته الوطنية وأبرزها النفط والقمح والمياه وذلك بالتعاون مع الميليشيات التي تدعمها إضافة إلى النظام التركي الذي يدور في فلك الإدارة الأمريكية السادة الحضور تتواصل الخروقات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام الترقي في ريف حلب الغربي حيث قامت تلك التنظيمات بتاريخ 21-03-2021 باستهداف الأحياء الآمنة شرق مدينة حلب بقذائف صاروخية ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم أطفال فضلا عن تسجيل العديد من الخروقات التي ترتكبها تلك التنظيمات باتجاه أرياف إدلب واللاذقية وحلب وحمى وهو ما يشكل استمرانا لانتهاك خفض التصعيد وعرقلة للمساعي والجهود الإنسانية التي يبذلها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأصدقاء الروس لإخراج المدنيين الموجودين في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب وفي السياق ذاته فإن قوات الاحتلال الترقي ما تزال تواصل شن الاعتداءات على مناطق عدة في ريفي الرقة وحلب عبر طيرانها المسير وقذائف المدفعية مقيعة العديدة من الضحايا في صفوف المدنيين وذلك بالتوازي مع استمرارها في نهجها الهاتف إلى تغيير البنية الديمغرافية للمناطق التي تحتلها وتهجير سكانها وتوطين الإرهابيين مكانهم وفي سياق متصل فإن قوات الاحتلال الأمريكي تواصل إدخال قوافل الأسلحة والإمدادات اللوجستية إلى قواعدها اللاشرعية في الأراضي السورية التي تحتلها عبر المعابر مع العراق وذلك إمعاناً في ترسيخ وجودها المحتل ودعم الميليشيات الانفصالية التي تقوم بإشراف مباشر من قوات الاحتلال الأمريكي بنهب النفط والثروات السورية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتضييق على المدنيين عبر قطع الطرقات وارتكاب جرائم الخطف والاعتقال التعسفي لترويعهم في ريفي دير الزور والحسقة كما تواصل قوات الاحتلال الأمريكي نقل إرهابي داعش وإعادة تجميعهم وتدريبهم وتسليحهم بغية أشن اعتداءات جديدة على المدنيين الآمنين ونقاط الجيش العربي السوري في البادية السورية وهو ما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بمحاربة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والنصر ويعرقل الجهود التي يبذلها الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية لترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المناطق والقضاء على ما تبقى من فلول تلك التنظيمات إن كل ما سبق من سياسات عدوانية ينتهجها الاحتلال الأمريكي والتركي تأتي متزامنة مع سلسلة الاعتداءات المستمرة التي يشنها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي السورية حيث قام مؤخرا بتاريخ 16 أذار وقبلها في 24 شباط بشن اعتداءات بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين وقد تصدت وحتات دفاعنا الجوي لتلك الاعتداءات إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية غالبا ما تتزامن مع اعتداءات تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة على قوات الجيش العربي السوري في مناطق عدة والتي كان آخرها الجريمة الإرهابية البشعة ضد حافلة كانت تقل عددا من أفراد الجيش العربي السوري في محافظة درعا بتاريخ 15 أذار 2021 وكذلك محاولة عدد من الإرهابيين في ريف دمشق يرتدون أحزمة ناسفة التسلل إلى دمشق لارتكاب عمليات إرهابية إلا أنه تم إحباط العملية من قبل عناصر مكافحة الإرهاب السورية السادة الحضور إن قواتنا المسلحة الباسلة تواصل بلا هوادة حربها على الإرهاب بالتعاون مع الأصدقاء الروس كما تواصل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عمليات التمشيط للمناطق المحررة من الإرهاب حيث تقوم بإزالة العبوات الناسفة والمفخخات التي خلفها الإرهابيون في مناطق عدة أبرزها أرياف دمشق وحلبة وحماه والبادية السورية لتأهيلها أمام عودة المدنيين وتأمين سلامة تحركهم وتنقلهم وسنواصل بزا الجهود مع أصدقائنا المخلصين في روسيا الاتحادية لترسيخ الأمن والاستقرار في جميع المناطق وتخليصها من الإرهاب وإعادة الحياة الطبيعية إليها تمهيدا لإعادة الإعمار والنهوض من جديد بسوريا واستعادة مكانتها الحضارية والإنسانية والإنسانية وشكرا شكرا لكم الكلمة الآن للسيد اللواء البحري أليكساندر كاربوب نائب رئيس مركز المصالح الروسي في سوريا فليتفضل